اي داتا باز عندنا بتتكون من جزئين اسيين هما اللي بيبنوا بتاعتك الكائنات والعلاقات ايه بقى ده اللي انا عرفه في الفيديو ده وفي الفيديو الجاي هنتكلم عن العلاقات ايه هو بكل بساطة هو في العالم الحقيقي بتاعي بمعنى لو انا مسلا عايز اخزن بيانات او انا بعمل لجامعة او لموقع قرصات اونلاين او يعني الاتنين واحد بشوف ايه هي الكائنات اللي بتمثل الجامعة يعني الجامعة دي فيها شوية حاجات اه شوية موجودة جواه هي دي اللي انا عايز اخزن عليها لها خطوة اللي موجودة جوا الجامعة انا بوصف الجامعة بوصف اللي انا شايفه ما الكلام ده ملوش علاقة بالداتاباز ولا اي حاجة هو بوصف الجامعة بتتكون من ايه فلو جدا نشوف هلاء ان الجامعة بتتكون من مجموعة طلبة مجموعة مدرسين ومجموعة كورسات الجامعة بتقدمها فدول كده او كل واحد من الحاجات ديك يعتبر بالنسبة لي لان هو يعتبر ده كائن ده كيان منفصل في في العالم بتاعي يعني دي حاجة كده اه ده كيان او حاجة بتبني العالم بتاعي مكون من مقونات العالم بتاعي كائن من الكائنات اللي عايشة في العالم اللي انا آآ بعمل داتاباز له زي احنا مثلا البشر نعتبر كائنات عايشين في كوكب الارض فاحنا نعتبر فاللي انا بشوفه ان انا بعرف ايه هي اللي موجودة جوه العالم بتاعي كل بيبقى ليه مجموعة هو خواص بتميز الكائن ده زي انت مسلا كبني ادم ليك مجموعة خاص بتميزك اللون شعرك او لون عينيك طولك وزنك اه الكلام ده كله ده خواص بتميز الكائن اللي اسمه هيومان اللي اسمه آآ انسان فاي كائن او اي احنا بقى بنتعامل مع مصطلح آآ هتشوفنا بنستخدم كلمة كلمة كائن ممكن نستخدم كلمة كل دول او كل المصطلحات دي معناها حاجة واحدة اللي احنا بنتكلم عليه الكائن اللي احنا بنخزنه جوه البتابيز بتاعتنا فكل كائن بيبقى ليه مجموعة من الاتريبيوتز انا بشوف ايه هو الكائن اللي انا عايز اخزن بيانات عنه وبشوف ايه هي الخواص بتاعة الكائن ده مجموعة الكائنات المتشابهة بنسميها انتيتي ست يعني ايه الكلام ده انا كمصطفى انا انسان في محمد انسان برضو آآ احمد انسان احنا كده كلنا شبه بعضنا كلمة شبه او مش معناها ان احنا مش معناها ان احنا توقم من بعض لأ معناها ان احنا لينا نفس الاتريبيوتز فكل البشر ليهم نفس الاتريبيوتز فكل الكائنات ديت متجمعة تحت فصيلة كبيرة اسمها آآ بشر فانا اعتبر كائن بنتمي للانتيتي ست اللي اسمها البشر آآ في الابجكتوريانت برو جرامنج لو عندك خلفية عنها الانتيتي ست هي اللي بتقابل الكلاس والانتيتي هو الابجكت اللي انت بتعمله من الكلاس فانا لما باجي اعمل في اي ار موديل بتاعي او في بتاعي انا بعمل الانتيتي ستس الانتيتي ده بيعتبر او بيعتبر نسخة من الانتيتي ست بتاعتي برضو هاتينا بنستخدم مصطلح او انتيتي ست او تيبل او كائن او كل دول معناهم نفس الحاجة احنا بنقصد بيهم نفس الحاجة طيب نيجي بقى نشوف ازاي بعبر عن الانتيتي في ال اي ار موديل لما اجي عبر عن انتيتي في ال اي ار موديل بعمل مربع كده بكتب جواه اسم الانتيتي بتاعي وبيطلع منه شوية فروع كده الفروع دي بكتب فيها الاتريبيوتس او الخواص بتاعة الكائن ده على سبيل المثال لو انا بخزن بيانات الجامعة مثلا او بعمل داتا بيز للجامعة فاول كائن او اول انتيتي ست جات في دماغي هي الطلبة اللي موجودين في الجامعة فهاجف ال اي ار موديل بتاعي هعمل مربع واكتب جواه ستودنتس فكده انا بقول ان انا عندي انتيتي او انتيتي ست اسمها ستودنتس طيب اللي السودنت ده لو ايه لو اي دي ولو اي دي ولو اي دي ولو ايميل دي هي الخواص اللي انا بهتم بيها في الكائن طبعا الستودنت كااا كائن كانسان ليه خواص كتير انا انا بشوف الخواص اللي تهمين انا في بتاعتي ايه الخواص انا محتاجة خزنها يعني مسلا الجامعة هتعمل ايه لما تخزن طولك الطول بتاع الستودنت لانا مش محتاجه في حاجة انا اللي يهميني في الستودنت هو الاي دي بتاعه ويهميني اللي هو اسم الطالب الفرقة اللي هو مقيد فيها القسم بتاعه الضربات بتاعته الايميل بتاعه لو بنبعت رسائل اه رقم التليفون العنوان ممكن الحاجات دي اتهميني طبعا الكلام ده انا بعرفه من اليوزر اللي جالي يقول لي اعمل لي ديزاين للداتابيز انا بقوله ايه هي الحاجات اللي موجودة عندك في بتاعتك او فرمو النظامة اللي انت عايز تعمل لها داتابيز وكل واحد انت مهتم تخزن ايه على ده طبعا في حاجات انا بعملها من عندي عشان اه اعمل او ديزاين هنشوف الكلام ده بعدين بالامثلة العملية اللي من دلوقتي ان انا بشوف ايه هي الانتيتيز والاتريبيوتس اللي انا مهتم ان انا خزنها عن الانتيتي ده زي مثلا انا عمدي اسمه ده بخزن فيه معلومات عن الطلبة طب ايه المعلومات اللي انا محتاجة عن الطلبة الاي دي بتاعه لانه كل طالب اي دي معين او لرقم معين بيميزه ممكن رقم الجلوس بس رقم الجلوس ده مش حاجة بتميز الطالب لان هو بيختلف من سنة للتانية يعني رقم جلوسك السنادج رقم جلوسك السنة الجاية اه ولكن في حاجة بتبقى الاي دي بتاعك يعني دي حاجة مميزة ده بيفضل معاك طول السنين اللي انت عايشها في الجامعة وطبعا اسمك والاميل بتاعك ممكن يبقى فيه خواصة تانية بس انا ايه كاتب هنا تلاتة بس للتبسيط فده كده بالنسبة لي بكل بساطة هو في العالم اللي انا عايز اعمله بشوف ايه ده وبشوف ايه الخواصر الموجودة جواه اللي هي الاتريبيوتس وده شكله في